استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بودفريقا أمس ثلاثاء كل من الوزير الأول عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد القايد صالح استقبلهما بمركز ليزن فاليد بالعاصمة الفرنسية باريس حيث يقضي رئيس الجمهورية فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي لتعزيز تطور الإيجابي لحالته الصحية وقد تحدث رئيس الجمهورية مع سلال والقايد صالح لمدة ساعتين من الزمن حيث تم تطرق لمسائل تتعلق بالأحوال العامة للبلاد وسير أمور الدولة ومؤسساتها قبل أن يعطي الرئيس عبد العزيز بودفريقا توجهات متنوعة من بينها تحضيرات لشهر رمضان المبارك وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤلين في الدولة منذ إصابة الرئيس بودفريقا بالوعكة الصحية نهاية أفريل الماضي وفي وقت